موسيقى مجز لأهم الأنباء من حلب اليوم أهلا بكم أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لا تخطط للانسحاب من العراق وذلك بعد تناقل وكالات أنباء عالمية خبرا مفاده أن التحالف الذي تقوده واشنطن أبلغ بغداد في رسالة بأنه سينسحب من الأراضي العراقية الوزير الأمريكي أكد للصحفيين أنه لا يعرف الرسالة ويحاول معرفة من أين أتت مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم الدولة مع حلفائها وشركائها أفادت وكالة فورات بوست المحلية بمقتل نحو أربعين عنصرا من قوات النظام بهجوم نفذه مجهولون على حافلة تقلهم في ريف دير الزور الشرقي وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر خاص أن الحافلة تابعة للفرقة 11 مشافي قوات النظام كانت متجهة من قرية معزيلة في بادية البكمال باتجاه مدينة دير الزور وعند توقفها في مدينة سبيخان بسبب الضباب هجمها مجهولون ما أسفر عن مقتل جميع من فيها حمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له النظام وحلفائه المسئولية عن الجريمة الأخيرة التي قتل وأعدم فيها 27 مدنيا بالرصاص في منطقة السبخة شرق مدينة الرقة وجاء في البيان أن هذه الجريمة وحدة من نماذج الإجرام والفوضى المستدامة التي يقودها النظام ويخطط لها تماما كما عمد إلى صناعة الإرهاب والتطرف واستخدامه كسلاح لتخويف الشعب وإرهاب المجتمع الدولي أفاد مراسل حلب اليوم بأن ثلاثة أطفال قتلوا أثناء انهيار نفايات عليهم بأحد المكبات الواقعة شمال إدلب وقال الدفاع المدني عبر صفحته في فيسبوك أن فرقه عملت لمدة أربع ساعات على انتشار جثث الأطفال من داخل مكب النفايات في مقلع الهباط الواقع على أطراف مدينة معرة مصر قال مراسل حلب اليوم أن طفلا يبلغ من العمر تسع سنوات قتل نتيجة تعرضه للتعذيب على يد والده وزوجة والده في مدينة القرداحة بريف اللاذقية ونقل مراسلنا عن مصدر خاص تأكيده أن الطفل أصيب بقصور تنفسي بسبب تعرضه للضرب المبرح بالعصى ما أسفر عن مقتله وأوضح المصدر أن طفلا كان يتعرض للضرب والتعذيب من قبل والده وزوجة والده مشيرا إلى أنه في الآوينة الأخيرة زدادت حدة التعذيب نقلت وكالة السمارت عن تجار في دمشق قولهم إن الخضار ارتفعت أسعارها في العاصمة بنسبة 100% خلال شهر واحد وأرجع التجار ارتفاع أسعار الخضروات إلى انخفاض الإنتاج بسبب المنخفض الثلجي الذي تعرضت له سوريا مؤخرا وانخفاض كمية الخضروات المطروحة في الأسواق بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي نهاية الموجز تتابعونا بعد قليل برنامج شباب لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة